كيف حالكم أصدقاء؟ سعد الله بكل أوقاتكم التطورات جداً هامة قبل نهاية السنة بالنسبة للبيتكوين هيئت الأوراق المالية التي تعطي مهلة لبلاكروك أربع أيام لتعديل نهائي على ملف الـ ETF سبوت شو المتوقع بالنسبة للبيتكوين؟ شو الأخبار المهمة؟ متى المتوقع أصدار صندوق الـ ETF سبوت؟ كل هذا رح نحكي عليه بالفيديو إذا أول مرة بتشوفني أتمنى منك تشترك بالقناة تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد يوم أمس أصدقاء بفيديو يوم أمس حكينا عن منطقة المراقبة الحالية الخيار الأفضل هو المراقبة أما بيكسر وأخذ السيولة أسفل ديل الشمعة اللي عند مناطق 43200 بعدها رؤية ردة الفعل وبالفعل البيتكوين قام سريعاً بحركة قوية لضرب صفقات اللونج بهالمنطقة هاي وسرعان ما عاد على مناطق 43200 لحنا على 43200 إذن الوضع مستقر على المدى المتوسط ودخلنا أيضاً مرة تانية بمنطقة المراقبة رح ننتظر اختراق المستوى حتى تفتح عنا أهداف بالأعلى مناطق تمركز سيولة ومناطق تصفية عند مناطق 44600 قد تكون هدف للحيتان بالساعات القادمة عملة خبرتكن عليها يوم أمس على اليوتيوب وخبرتكن عليها أيضاً على التليجرام حددنا منطقة الدخول الأولى والحمد لله العملة بعد ما وصلت لمنطقة الدخول الأولى عطتنا ربح أكتر من 16% إلى الآن عملة فيلو أيضاً عملة XTZ حددنا مناطق الشراء والعملة لحد الآن ما وصلت لأي منطقة شراء لكن العملة من العملات المتأخرة بالصعود عملة XTZ هيئة الأوراق المالية عطت مهلة لـ 29 ديسمبر 29 من الشهر الحالي لآخر تعديل على صندوق الـ ETF في سبوت تعديلات طلبتها من بلاكروك حتى تقوم بالمراجعة الأخيرة بلاكروك عندها مهلة لـ 29 في الشهر حتى تنهي كل التعديلات على صندوق الـ ETF في سبوت حتى هيئة الأوراق المالية تعمل المراجعة الأخيرة ومن المتوقع بحسب بلومبورغ وبحسب عدة مصادر أنه قرار القبول يكون خلال الأيام القادمة خلال أول عشر أيام من سنة 2024 وهذه التطورات جداً مهمة هل رح يتم القبول؟ هل رح يتم رفض بعض صندوق الـ ETF ورح يتم قبول صندوق بلاكروك؟ هذا بالتأكيد أمر لازم نراقبه بشكل كبير جداً يعني إذا تم رفض بعض الصندوق وتم قبول صندوق الـ ETF في سبوت الخبر يلي رح يأتي بالبداية هو يلي رح يأثر على الـ Bitcoin بشكل كبير جداً والسيناريو الإيجابي أنه يتم قبول كل صندوق الـ ETF أيضاً السيناريو الضعيف أنا برأيي تأجيل صندوق الـ ETF في سبوت للشهر الثالث لحنا على بعد أيضاً 108 أيام من موعد الـ Halving المتوقع بالنسبة للـ Bitcoin أحداث جداً مسيرة بسنة 2024 بالنسبة للـ Bitcoin أحداث جداً مهمة لازم نراقبه هل رح يتم كسرها النموذج قبل إطلاق صندوق الـ ETF في سبوت ولا ممكن نتدول بشكل جانبي وننتظر خبر يحرك السوق هذا يلي رح نراقبه أصدقاء إذن عنا تاريخ جداً مهم عنا 29 بشهر رح ينتهي آخر تعديل رح تبدأ هيئة الأوراق المالية بالمراجعة ممكن صندوق الـ ETF في سبوت يتم الموافق عليها قبل 10 بالشهر ممكن يتم قبولها بـ 5 بالشهر القادم 5-1 ممكن 3-1 ممكن التاريخ يتراوح من رأس السنة لحد 10 بالشهر ما في موعد محدد للإطلاق لكن في حال تم قبول صندوق الـ ETF في سبوت أتوقع حركة إيجابية أتوقع صعود للـ Bitcoin لكن عليك الحذر صديقي توقع الشخصي أنه يتم بيع الـ Bitcoin بعد الخبر يتم جني أرباح بعد الخبر ممكن بعد الخبر بيومين أو بعد الخبر بثلاثة الخطة اللي وضعها أنا بعد إطلاق صندوق الـ ETF في سبوت رح راقب الصعود أي إشارة للبيع أي حركة للمحافظ رح قوم أنا بجني أرباح بعد الصعود اللي رح يصير بسوى صندوق الـ ETF في سبوت لأنه بالغالب الحيتان رح ياخدوا الخبر هذا خبر إطلاق صندوق الـ ETF فرصة للبيع وجني الأرباح مناطق 40 ألف مناطق متوقعة إذا تم قبول صندوق الـ ETF في سبوت هكذا نهاية الفيديو أتمنى أن أعجبكم إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله